السلام عليكم ورحبا بكم في قناة غوصات ثامية مع فيديو جديد ووصفة جديدة اولا شهوة جديدة اللي هي الملوي بتحت طلب ديال بزب 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 ديال الاخوات اللي تلبوه مني في المكنة نحطوه في الستوري كي يقولوا لي الوصفة والطريقة وما كانش نيوكلي انا نشرح حالي انها ضروري خصة يعني تدار في فيديو باش يتشرح تشرح طريقة مزيان كي يجيزوين بزب صراحة منفوخ ومفش فيش من الداخل ما فيش الخميرة نهائيا كي يجي من الداخل بحال تريدي تماما مرق ورقيق من الداخل وزبين انتو ما تشوفوا معي هذا اللي يفوتوا هادو كي يبضحوا بزب ديال الهضراء اللي كان قول من كي يجي صراحة زوين مزداف كما كانتشوفوا معايا كي يجي وما فيش تمارا يعني كي يدار في تلاجة وخدموها لتساع وهانتو ما شوفوا معايا يعني العربون من الداخل كيفاش كي يجي بقوا معايا باش نتعرفوا على الطريقة ديال هاد الملوي هذا هنا بالنسبة للتاقيق قادي نعتمدو على الفورس اكتر من الفينو يعني هنديل مثلا جوجز ليف ديال الفورس اغنديل معهم وغير واحد الربع كأس ديال الفينو ما ما غاديش نكمل ذاك ربع كأس يعني غي شوية حيث حنا يبغينا الملوي ديالنا يجي نرطب من الداخل باش كي يجيكم بحال تريد ما يجيكمش هكا حرش بحال نسمى فهمتو وانتو ما ذاك ربع كأس انا ما كملتوش وغادي نديرو مليحة ما تنساواش كم مدرسة انا رنسيت الملحة وكندع جنوب الماء يعني صافي فقط الدقيق والماء والملح ما كندروا ولا خميرة لاحتاج شي حاجا وكندلكوه لاجينة ما تكونش قاس حب الزف وغادي نخليها ترتاح وندوز نقرسها صافينا يا انتم بعد ما ارتحت لي انا خليتها ما اعقلتش ترتاح شي اشي 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 اكامل هي كترتاح انا كي اجي انخليها تساع صافينا بالنسبة للتقرس من الاحسن هو تقرس كبير باش كي يجي زوين ونا بالنسبة للطورق عندي زبدة ضرورية زبدة كلينا تكون شئ زبدة اللي زوين اننيت وعندي واحد شوية الفينو وعندي زيت باش غادي نطلق القرصات ديالي هنا را قرصهم وخليتهم برتاحوا واحد عشرين ديال واحد عشرين دقيقة سوف ندوزون مرقوق القرصات ديالنا يعني مرقوهم مزيان مزيان ضروري انهم يتورقوا باش كي يجيوكم الورقات من الداخل كي موكلكم كي يبانو بحل الدريد منيك تحلو الملويل ديالكم من الداخل كتجي الورقة على اختها وكي يجيو مرقين من الداخل وكي موكلكم كي يجيو حال تريدني تماما يعني ما كي يجيوش ما كي يجيش الورقة غليضة ولا لاسقا عند اختها ولا ولا سوف يجيو تورقوا وتشبدوها كي يكون من طبيعة الحال تختاروا في اللو والبقيقة يكون شي حاجة مزيانة شوفوا معي هناك نوريكم البويقات اللي درت لي الملوي هو واناك نورق فيه هناك تعرفوا بي انه راه ناجح ومدلوكم زيان ومرتاح يعني هناك تعرفوا بي انه راه غي ينجح معكم مئة في المئة وغايجيكم زيان تماما يعني يكونوا متأكدين صافي هنا كان نجبد وكان صافي هنا يعني طلقت الوسط كان نجبد جنيبات باش ميجيوش مدقسين من الداخل ولمع الجنين وصافي هنا غناخد الزبدة اللي كتلكم ضروري تكون لينة ومشي المارغارين اختاروا شئ الزبدة ديال البوطة تكون زيانة وغادي نحاول ندهنها مزيان ما تدوبوهاش انا ما تدوبتهاش يعني كانت عندي عبرة وصافيها كوقطر طبع صافي هنا غاد ندهنها كاملا مزيان 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 في فوق فوق الملوي ديالي وغادي ناخد الفينو ما غاديش ندردوه الفينو بحالي كان ندردوه المسمان او لا غادي ناخد فغيم وغي شوية وإلا بغيتوا بتستغنوه علي استغنوه علي هنا غير مريتكم اللي بغي يستعملوها انتوما يعني فغيم وغي هكا اطراف الاصابيع استيتوا واحد رشيشة ورشيتو صافي يعني ما تزيدو ترديك الزبدرة كافية غادي تفرقنا الملوي ديالنا وغادي نتيجة زواني يعني لا داع انكم تكتروا الفينو احنا ما بغيناش كيم مكتلكم يجينا حرش شوفوا معايا كيفاش مورقة كنوريكم يدي ملتحت كيفاش كي يجي الملوي مورقة صافي كان طيول ملوية ديالنا عادية هنا غادي نجيو باش غادي نروليوه بالنسبة للرولاج ما تزيروش يعني يرخفوه بحالة غا تديرو المسمانه مربع انا كنزيد ندهن شوية ديال الزبداختية ليا بغيت رديدو ما بوجود اجزيدو انا كي اعجمي نزيد باش كي يجيني ذكي مورقة مزيان صافي كان نجبض عندي وفي نفس الوقت غادي نقلوي ذكي الرولاج اللي غادي نقلوي وشوفوا معايا كيفاش كان ديال بحال شي كاروية تقريبا يعني ما كنزيرش كان رخف كان رخف الدورة وفي ذلك الخرصة فيك رخشيها من الجوانب وكننجمعها في حال هاكا كي ما كنتشوفوا لاشك ملوية شوفوا معايا كي كتبوق كتجي رائع عصر احرا كتش شي شي حاجة يا سهلا صافي غادي نحطهم في واحد الصينية اللي غا ندخلها للتلاجنة من طبيعة الحال وغادي نكمل معاكم واحدين اخرين باش شوفوا الطريقة مزيان وتفهموا كيفاش غادي ندلوا لها الملوي هادا كنأكد على واحد الحاجة مني تكونوا كتلويوهم ما تزيروهم ش ضروري ما تزيروهم ش رخفوهم غير رخفوهم دلوهم هكا يكونوا لويات الكبارين باش يجيوكم ملدخن هكا مورقين إلا زيارتوهم ارا كيجي داك الملوي هكا مزيار ومكا نظر ما كيجيش زوين خليكم معا تاتي ما هذا الفيديو وتكملوا باش تفهموا بزيان الطريقة سوفهم بعد ما كنت الملويات ديالي انتو ما شوفوا كيفاش كيجي وشوفوا معاي كيجي نبو واخران ما زال هنا مرتاح ما اولو يلا ساريت يعني يلا ساريت يعني تلويو ديالو غادي نغطيه بواحد البابي ديال السلوفان وغادي ندخلوا لتلاجة الليلة كاملة شحال مرتاح في اللاجة شحال ما كيكون حسنا هنا را صيبتو في الليلة كتشوفو تصويرها عيان شوية يعني شحال مرتاح كيجي زوين في الاخرين كتجيو طيبه ومنا كنديرو في الليل كنخليتها الصباحات كان عاد كان طيبه بالنسبة الناس اللي بغاوا بحتفظوا به في الفريقو هو بقي هكا خضر غادي تطلقوا هكا القرصة ديالكم الملوية ديالكم وغادي تديروا واحد البوطة مثلا وغادي تديروا تفرشوها بابي سوك في ليزي ورقة للفرن ورقة للطبخ وغا تحطوا وحدة وغا تدير فوقها الورقة للطبخ وتقرس وحدة اخر وتحطوها فوقها وتدخلوهم الفريقو من انتبالوا تطيبوهم مباشرة غا تجبدوهم وتسخنوا المقلة مباشرة تجبدوهم وتحطوهم في المقلة سخونة يعني بحلي كنديرو البريوات مباشرة من الفريقو والطيب وكيجيو بحلاء ناكم يالله طيب تؤهم صافي هنا رديس مقيلة كتسخن مقيلة تطقينا من طبيعة الحال ودهنتها بزويتها وكنقرسهم بالنسبة للتقرص ما تقرسهم مش بزاف ما تبع نخوش ميجيبش القعقين وكنحطوهم ملوية ديالنا الطيب وصفوكم قاوموا نقلبو فيها حتى كتب لكم تنفخات انتو باش شتو معي كباش كتجنبو وقاوموا من فخارة بحالة فيها الخمارة نهائيا ما استعملش معكم الخمارة ذاك شي اللي شتو في الفيديو هو اللي كاين يعني راما كاين لا زواق لا نفاق حتى كتب لكم تنفخات بالنسبة للعافية ما تكونش ناقصة بزار تكون مهيلة باش يطلع لكم وإلا كنتو ناقصين هرا ما غديش يطلع لكم الملوي وإلا كنتو مشاهدين ارا غاديت تخطف لكم يتحرق وما يطبش من الداخل ذاك الشي عليك ضروري تكون يعني في المتوسط ما بين وبين صافي هنا غاقا نكمل معكم ما باش نقطع لكم ما باش نقطع لكم الفيديو نخلد لكم تقريبا جميع المراحي باش تشوفوا الملوي مني كي يكون كي طيب كيفاش كي بدأ كيتنفخ ومن كي تقولوا بحال بالطبوت لكم كي طيب واحد يتتنفخ سوف ما شوفوا ما باش يجي لكن تقلبوا في زعمة إلا كنتوا يعني ما قد يقبلون مطبعا الفريق فليا اللي كنتو ما قد تخيلوا منقتي لكم طبعه الفريقو ما تحمروا شمزيان يعني غادي غادي تعطي الواحد شوية اللوينة شد فرصه وغادي تحيده يعني ما تحمروش مزعى أنتو ما شوفوا ما باش كي يجي مبوع مبوق سوف نستمر في حال هكا حتى نسألي الملوي ديالي باش تشوفو من الداخل كيفاش كي يجي وهنا سالة اخر وحدا هنتم شوفو معي ربقي سخون باقي مقرب مش عفتم بره والله العظم اللي كي يجي بحش فنج مني كي يجي سخون من المقلة كيف حال هكا تماما وهنا مني كتبوا وتقدموه كتحاولو تفرقوه هكا بيدكم كتضربوه بين يدكم باش كيتفرق من الداخل انا را كان دابز معه باش نحلكم شي وحتى تشوفوها من الداخل كي كتجي وان وما قديت عالتي صخون بزبزب ولكن را باين العربون باين دكشي كي يجي را كمشتو كل شي يعني قبل في التصاور في الاول في الفيديو يعني كل شي واضح طريقة ساهل لكي مشتو معي في الفيديو نتيجة واضحة غلي ما بغاش يجربو غلي عكسان عليها وصافي صار حار ما في شي تمارا باش تأكزو عليها ساهل ماهل غير توكلو الله وجربوه وانتمنى انه يعجبكم بالفعل يعني را كيجي شي حاجة لي يا سالم غي حمر لكم وجهكم مع ضيوفكم وراحت انتموا الى جنوب تورا ما غير تتغنى وش علي المهم الى فيديو قادم ان شاء الله مع الشهيوة جديدة وفيديو جديد أو غليتكم معي لغير اشتركوا في القناة